أهلا بحضراتكم من جديد كابتن حسامة جيلك يعني شايفك دمعت شوية كده أهلا والله يعني صور وذكرات جميلة جدا فكرتنا باللعب مع الأبطال كابتن حمد الصافي وكابتن ميدو طبعا وعبد الله ورحمد صلاح جيلا بتاعي وصحابي من أيام الطفولة من أيام فرق 13 سنة والـ 11 سنة وقالت الحمد لله ربنا كرمني وبطلت العب الحمد لله كابتن حسامة أنت شخصية جميلة جدا وبطل من الأبطال الكبار اللي احنا بيعتز بيهم من أنت ابن النادي الأهلي يمكن أنا هبتدي حواري معاك يا كابتن هنقسمه نشقيت الشق الأول رحلتك كلاعب طبعا يعني مش دايما بتلاقي المدرب بيبقى لعب ناجح مش دايما بيكون كده ولكن أنت جمعت الاتنين بدايتك كلاعب كانت إزاي؟ ابتديت إزاي؟ فين؟ يعني احكينا عن بدايتك أنا ابتديت سنة 97 في النادي الأهلي نشيل النادي الأهلي مع الله يرحمه كابتن أحمد رجب الحمد لله هو كان توسم فيه أن أنا هكوني لعب كويس كانت طولي مناسب جدا للفرقة دخلني مع الفرقة تعلمت الفولي تقريبا في حوالي شهر أو أعلي من شهر شوية اخترك إزاي كابتن هم؟ بالصدفة كده يعني كنت في النادي فقال لي تعالى تلعب طائرة قلت روه ماشي أكي دخلت جربت الحمد لله يا رب لقيتني موفق كنت عضو في النادي؟ لا ما كنتش عضو في النادي سوى شافك كنت موجود في النادي فقال لي تعالى إلعب فلاقيت نفسي بعرف ألعب من أول إسبوع أول عشر تيام اتسجلت في النادي ولعبت المنشاط على طول والحمد لله ربنا كربنا ومن ساعتها فضلت في ناشين النادي الأهلي الغوات لما وصلت الدرجة الأولى